طلق استمر لفترة دون ولادة الكتلة المنتظرة فالتفاهمات الحزبية لم تكن حبلا بالكتلة الأكبر يخرجون من حيث لا يعلم أحد يرسمون ملامحها يجرون الاجتماعة والآخر يتنابزونها بالشروط والمناصب ليخرجوا بعدها بابتسامة سياسية غاب عنها ما ينتظره الجميع تتعطل السياسة أو تكاد أو هذا ما يروجون له فتح ثغرة في جدار الحاجز بين الكتل قد يعجل في تشكيلها وربما تحتاج إلى أضحية لتزف البشرى في ربوع السياسة للشعب عقدة ما زالت موجودة لحد هذه الساعة ولأن يستطيع أن يغادر بأنه صراع لحد الآن ومعارك وحرب إعلامية أكثر ما هي على أرض الواقع بلية التعجيل وعطاء أوراق جذب لباقي الأحزاب والكتل التي ترون الآن الانتحاق بالكتلة الأكثر عددا بأنها جاهزة وقد شكلت القاعدة لانطلاق تشكيل الكتلة الأكثر عددا أما الشارع فقد هانه ما يحدث يصفون الأحداث بالبازار السياسي الذي ينادى به هذه مناصب شاغرة فعجل بالمرشح وإلا أغلقت الأبواب كتلة كبيرة في بغداد وأخرى أيضا في بغداد وثالثة في أربيل ورابعة وخامسة فإلى أين ومتى تنتهي هذه الأحجية الكل يعلن ويقول بأنني سوف أشكل الكتلة الأكبر وتشكلت ولم يبقى على تشكيلها إلا جزء ما هي؟ هل هي كعكة كما كنتم تقولون في السابق؟ لذلك نلاحظ هذا السباق وهذا الصراع والتصارع فيما بينهم الكل يقول أنا القوي أنا الذي أثر على الساحة لا يوجد تفاهمات فيما بينهما هناك أنبات متضاربة هناك قوة متوازنة وقوة غير متوازنة بحيث أن بعض الكتل السياسية وضع الشروط لاختيار رئيس الزراء وبعض الكتل السياسية غير راضية عن هذه الشروط مفاوضات تسير على قدم واحدة تخلق سيناريوهات مفتوحة على احتمالات عدة تبقى رهنة طورات الموحيط الدولي والأقليمي قد تنتهي أخيرا بجهات لا تريد وزارة في الحكومة بل وجود نافذ في مواقع صنع القرار في الدولة أو معارضة وإن حدث ذلك قد يسمى بالإعجاز السياسي اليوم أو غدا وربما بعد غد ستعلن الكتلة الأكبر رفعت الشروط وجفت بانتظار من يقدم المناصب على طبق من المحاصصة إذن أصبح من الواضح إن كل شيء غير واضح في ظل الخلافات السياسية التي تفعل فعلها في هذه الظروف فهنا كل يغني على منصبه ويسعى سعيه للوصول إليه تحت ما تسمى الكتلة الأكبر مصطف حمدي قناة الرشيد بغداد